كان درجة المنطقة في إطار المنطقة الجهة الأول بجهة التعليم الأولي والتربية الدمجة كي يجي تتميناً المجهودات التي تبدلت في عام 2018 من خلال المنطقة الوطني أو اليوم الوطني اللي نعقد بمدينة السخيرات واللي حضب بالرعاية السامية صاحب جلالة ملك محمد الثالث نصر الله واللي كي يصب في موضوع التعليم الأولي وكذلك تفعيل المقتضايات المختطة للسراتيجي 1530 واللي بالطبع كي يهدف إلى أولاً تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال بجميع مكوناتهم سواء الأطفال اللي هم هدئية سليمة أو الأطفال اللي هدئية إعاقة ثم كذلك الأطفال في الحضاري كما كان الأطفال اللي في البدو بمعنى أننا كان هدفوا من خلال هذا المنطقة الدفاع على مكتسابات الحقات البلدية المفادة المجال هذا وكذلك كان ندفعه إلى أساس أنه تكون تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال سواسية في التعليم الأولي العمومي جيد سعيدة اليوم أنني كانت واجد في هذا الحدث المتميز لكي صلت الضوء على واحد الموضوع جداً في المنظومة التعليمية التربوية في المغرب كما أن صاحب الجلالة كيوالية واحد الأهمية بالغة نحن كلنا طاقات باش إن شاء الله كجهة نزلوا المعمج السامي لصاحب الجلالة وكذلك البرنامج الحكومي وشكراً اليوم يتم تنظيم الملتقى الجهة أو التربية الداميجة والتعليم الأولي طبيعة الحالة بتنسيق تامة بين الأكاديمية الجهة والتكويل الجهة والجهة في اسم كناس والمرصد الوطني لتعبير التعليم الأولي والتربية الداميجة وكذلك مجلس جهة فاسم كناس في المبادرة الوطنية لتنمية البشرية طبيعة الحالة هذا اللقاء يعني ستطر واحدة لمجموعة دي الأهداف من بينها تقويات قدرات الفائلين التربويين في مجال تعليم الأولي والتربية الداميجة تعبئة وتحسيس بأهمية تمضل وصل الأطفال في وضعات إعاقة منذ الطفولة الصغرى وكذلك أهمية تعميم تعليم الأولي لفايدة جميع الأطفال بالجهة وكي أولا المنتقى انطلق يوم أمس بتنظيم دورة كوينيا لفايدة المجموعة من مربيات والمربين في مجال تعليم الأولي والتربية الداميجة وصلت الصامير فعالية اللقاء خلال هذا اليوم ويوم غد من خلال تنظيم موائد مستديرة بالإضافة العروض ومدخلات سيتم الخلالية تدارس استراتيجية جهوية لتعميم التعليم الأولي والتربية الدمجة الهدف الأسماع من هذا كله هو تحقيق أو ضمن تكافر الفرص والإنصاف لفايدة جميع الأطفال في الاستفادة من الخدمات التربية والتكوين كما نصلت على ذلك جميع المرجعيات التربوية وعلى رأسها الخطب الملكية السامية في هذا المجال بالإضافة القانون الإيطار للتربية التكوين 517 إضافة إلى البرنامج الوطني للتعليم الأولي والبرنامج الوطني للتربية الدمجة